مرحبا بكم في النشرة الاقتصادية أعلنت وزارة المالية عن استكمال التحضيرات لتنظيم الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية والتي تستضيفها مملكة البحرين لأول مرة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقرة كما سينعقد الاجتماع السابع لمجلس وزراء المالية العرب على هامش الاجتماعات السنوية إضافة إلى الاجتماع السادس لمجلس الإشراف على تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي وأكد وكيل الوزارة المساعد الشؤون الاقتصادية يوسف حمود مشاركة أكثر من 300 شخصية لبحث الخطوات المتخذة في تطوير مسيرة العمل العربي التنموي المشترك وسبول تحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال أعتقد أن اجتماعها اليوم في مملكة البحرين أيضا تغديرها من مملكة البحرين وتغديرها من هذه المؤسسات لما نقوم به في مجال التنمية الاقتصادية سواء كارت في مملكة البحرين أو التعاون مع الدول الشقيقة في الدول العربية الأخرى وأعتقد أن برامج هذه المؤسسات واجتماعاتها اليوم تأتي أيضا تعزيز لما قامت به من سياسات وبرامج نفذت في جميع الدول العربية صادقت الجمعية العامة العادية لبنك البحرين والكويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أكثر من 26 مليون دينار أرباحا نقدية بواقع 25 فلسا لسهم الواحد أي ما يعادل 25% من رأس المال المدفوع بعد حسم أسهم الخزينة وأقرت عمومية البنك تحويل مليونين وخمسمائة ألف دينار إلى الاحتياطي القانوني وتحويل أكثر من مليونين دينار إلى الاحتياطي العام وتدوير أكثر من 20 مليون دينار كأرباح مستبقى ترحل للعام المقبل فيما صرح رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد على هامش العمومية أن مجلس الإدارة وافق على طلب تقاعد الرئيس التنفيذي عبد الكريم بشيري وتعين نائب الرئيس التنفيذي رياض ساتر خلفا له أعيد إحياء وتشكيل شبكة سيدات أعمال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مينا بانتخاب مجلس إدارة جديد يتكون من 11 عضوه وقد أسفرت الانتخابات عن فوز عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ريم بدران برئاسة مجلس إدارة الشبكة وتم انتخاب عضو مجلس إدارة الاتحاد المغربي لسيدات الأعمال منيا معوني نائبا للرئيس كما تم انتخاب عضو مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال البحرينية ورئيسة لجنة التنسيق والمتابعة أثنان زياني أمينا ماليا إضافة إلى انتخاب رئيس الفعاليات التسويقية بمنتدى سيدات الأعمال القطريات الشيخ نور بن جاسم الثاني أمينا للسر شكرا للمشاهدة